السلام عليكم واهلا بكم ومع درس جديد من دروس صف الثلاث لعداد. درساني النهاردة بنتكلم على في الدرس ده نتعلم ازاي ان احنا نكتب الفنكشن في الماثماتيك الويل. بدلا ما كنا بنقول ايه ريليشن بيه ان ايه بلوس بي ايكورز 5 زي ما كنا نتكلم في الدرس اللي فات او بنكتب رول للريلاشن. لا المرة انا بكتب لك بحول لك الصورة بتاعة الفنكشن دي الماثماتيك الفور. طيب تعال نشوف مع بعض اول سؤال بيقول لنا ايه. بيقول لنا ايه. بيقول لنا F is equals negative one zero and one. Y equals zero negative one and negative two. If we have a function from x to y. where F of X. F of X دي اللي هي الرول of the function. function دي عندنا اذاماشينا. عندنا الانبوت لهو ال x والاوتبوت لهو ال y. طيب انا بيقول لي هنا ال f of x equals x bar 2 minus 1. find the state of the function then represent by using the arrow diagram then state range. اول حاجة هنا انت بتقول لي ان الفنكشن دي from x to y. هشوف لو انا استخدمت ال x هطلع مين من ال y. فانا عشان ابتدي بكتب ال rule of the function. ال f of x equals x bar 2 minus 1. بعد كده عندي ال values اللي موجودة اللي هي ال negative 1. فبقى قوله f of negative 1. يعني ايه كلمة f of negative 1? يعني شيل كل x ويكتب مكانها negative 1. فهيبقى عند عندك هنا negative 1 to the power 2 minus 1. انا شيلت كل x وحطت مكانها negative 1 جوه ال bracket. negative 1 power 2 equals 1. minus 1 equals 0. يبقى انا عندي هنا ال value هيبقى equal 0. طب يعني ايه? لما كانت ال x عندي negative 1 كانت ال y عندي ب 0. يعني معنى كده ادركت بالكلام ده and ordered bear negative 1 and 0. ثاني. نقول عندنا هنا f of 0. لانا كنت بقول ال x ب negative 1 zero and 1. يبقى f of negative 1. f of 0. f of 1. f of 0 يعني اشيل كل x وحط مكانها 0. يبقى 0 power 2 minus 1. zero power 2 equals 0. minus 1 equals to negative 1. يعني ايه الكلام ده? when x equals 0. y is equals to negative 1. نفس الكلام عندي في f of 1. f of 1 هشيل كل x وحط مكانها 1. يبقى انا عندي 1 to the power 2 minus 1 is equals. 1 power 2 equals 1. minus 1 equals 0. يبقى ال order bear عندي هيكون 1 and 0. يعني معنى كده set of the function is equals the set of ordered bears negative 1 and 0. 0 and negative 1. 1 and 0. معنى كده عندي ان ال range. اتفاقنا بنتطلع على ال range عندي من ال y. ال y هيكون عندي هنا zero. وال negative 1. ولاقيت zero. don't repeat any element. يبقى انا كده عندي كتابة ال range. طيب. فقط اللي عندي ان انا عمل representing by using the arrow diagram. اتفاقنا عندي هنا دي ال x. وهنا عندي كده ال y. ال x كانت عندي negative 1 zero and 1. وعندي هنا ان ال y كانت zero. negative 1 and negative 2. اول order bear كان negative 1 and zero. اللي بعدها zero negative 1. اللي بعدها عندي هنا 1 and zero. في السؤال ده بيقول لنا if the function f from n to n were in the set of natural number. and f of x equals to x plus 1. find f of zero, f of one, f of two, f of three. then find the range. طيب انا ابتدي اول حاجة عشان هحل السؤال ده بكتب الرول عندك. f of x is equals x plus one. طيب انت طالب مني دلوقتي ايه? طالب مني اول حاجة f of zero. يعني ايه كلمة f of zero? يعني شيل كل x وحط مكانها zero. يبقى انا عندي هنا zero plus one which equals one. يعني معنى كده ان الفنكشن الموجودة عندي هنا اول order دبير. when x equals zero, y is equals two. تاني. انا عندي عاوز f of one. معنى كده انا اشيل كل x وحط مكانها one. يبقى one plus one equals two. يبقى the set of order دبير. when x equals one, y equals two. تاني. اول f of two. يبقى معنى كي اشيل كل x وحط مكانها two. يبقى two plus one equal three. يبقى the set of order دبير. when x equals two, y is equal to three. بعد كده طالب مني f of three. اقول له three plus one equals four. then the order دبير will be three and four. يبقى الفنكشن تبقى zero and one. one and two, two and three, three and four. طيب بعد كده بيقول لي find the range. طيب ما احنا اتفق ان range ده اللي هو the value of y. مين the value of y اللي عندي هنا اللي هي one, two, three and four. one, two, three and four. تاني درس بجزء النهارده انا اتكلم عن the polynomial function. ايه هي the polynomial function? باختصار بسيط كده. انا باتكلم في the polynomial function لو كان عندي variable اللي هو كان ال x ما ينفعش يبقى مكتوب في ال denominator. يعني لو كان عندي فيه fraction في الفنكشن الموجودة دي ما ينفعش يبقى مكتوب فيها x في ال denominator. لو كان عندي الفنكشن دي فيها square root. لو كان فيه variable اللي هو ال x موجود تحت ال square root. يبقى معنى كده دي is not polynomial function. تالت حالة لو كان عندي power على ال variable. يبقى ال power ده لو كان negative number على ال variable لو كان عندي x هذا negative power. معنى كده ان الفنكشن دي is not polynomial function. يبقى انا اتكلمت دلوقتي على ثلاث حالات يخلي الفنكشن اللي عندي not polynomial. اول حالة عندي لو كانت ال x مكتوبة في ال denominator. تاني حالة لو كانت ال x مكتوبة under the square root. تالت حالة عندي لو كانت ال x with a negative power. طيب. تعال نشوف السؤال اللي عندنا بيقولنا which of the following represent a polynomial function. فاول حاجة عندي هنا بيقولي ان ال variable اللي موجود x اه ده نعندي x to the power one و x power two. ال x مش موجودة في ال denominator او not with a negative power. يعني معنى كده ان ال relation is the polynomial function. طيب. نفرض عندي ان كان فيه number with a negative power. ينفع او ينفع. طيب لو فيه number under the square root. ينفع. طيب لو فيه number at the denominator. ينفع. ان الشرط الاساسي ان ال x لا تكون مكتوبة في ال denominator. لا تكون مكتوبة under the square root. ولا تكون موجودة the negative power. تعال نشوف عندي في question two. بيقولي f two of x is equal to x times two over x plus five. انا عندي هنا x موجودة في ال denominator. او function three is not polynomial function. هي function but not polynomial. question number three بيقولي f three of x. x power two minus the square root of x plus one. اه لان ده انا عندي هنا x under the square root. احنا اتفقنا number ينفع ينفع يتكتب تحت ال square root. لو ال x موجودة تحت ال square root لا ما ينفعش. يعني ده is not polynomial function. it's a function but not polynomial function. طيب f four of x is equal to x bar two minus x bar two minus four. او انا عندي هنا لا فيه x موجودة في ال denominator. ولا x موجودة under the square root. ولا negative power to f. يعني معنى كده ان ال function d is a polynomial function. في السؤال الموجود قدامني بيقولينا the function f from r to r. where r is the state of realm. بيقولينا mention the degree of each of the forward. طيب عشان نعرف degree يعني ايه كلمة degree of the polynomial function. اكبر power موجودة على ال variable اللي عندك اللي هو ال x. هو ده degree عندي. طيب تعال نشوف عندي هنا f of x equals five minus three x. او انا عندي ال variable الموجودة الوحيدة هو three x. طالما ما فيش power هنا يعني معنى كده. او the first degree. نحن ال x هنا raise to the power one. طيب question number two بيقولي عندي هنا three x minus x power two. او اكبر power عندي هنا اللي هو ال 2. يعني معنى كده دي of the second degree. تاني question number three بيقولي f of x equals five x minus three x power two plus x power three. اكبر power عندي هنا اللي هو ال 3. يعني معنى كده ان ال polynomial function دي of the third degree. في question four بيقولي f of x equals x power two times two plus x all to the power two. طيب عشان نقدر نحل السؤال ده محتاجي ان انا fake bracket الاول. فبقول له equal. ادي ال x bar two زي ما هي. لما يكون عندي expression raise to the power two. كنت بقولي الاول to the power two. the first to the power two. two to the power two equal to four. بنزل السايم دات المدل. واقول له first times second times two. two times x. two times two equal to four x. plus the second to the power two. lower x to the power two. بنزل السايم دات المدل. بيقولي كنت بيقولي البركاتي باندي x power two times four. ليه four x bar two. x bar two times four x. with a four x bar three. x bar two times x bar two. ليه بال x bar four. اكبر بار بار عندي هنا اللي هو four. يبقى ما انا كده نجي. of the fourth degree. في question number five بنفس الطريقة. نجيب له هنا expression و او زين نتال لاجي. طيب كل لنا هاملوها نفكي البركات. x times x bar three x bar four. x times x bar two. ليه x bar three. negative x bar two times x bar two. ليه negative x bar four. negative x bar two times negative two x. ليه negative. طيب negative positive x bar two times two x. ليه اتبه two x bar three. طيب تالي نعمل عندي هنا x bar four positive x bar four negative. نشيلهم مع بعض. عندي x bar three. وهنا two x bar three هتبقى equals three x bar three. البار عندي كام? bar three. يعني معنى كده ان الاكسيبريشن ده. of the third degree. اخر سؤال في درس النهاردة بيقولينا if f is the pronounial function. where f of equals x bar two minus two x plus five. find f of zero f of one and f of root five. طيب. تعال نحل مع بعض اول جزء من السؤال. انت طالب مني f of zero. يعني ايه كلمة f of zero? يعني نشيل كل اكس وحطه مكان ازي. فانا هلاقي عندي هنا اكس. فنفتح bracket ونكتب zero to the power two. minus two times zero plus five. لو انت كتبت الكلام ده by using the calculator هتلاقي الانسر عندك وهت equals five. طيب تعال نشوف f of one. f of one بنفس الطريقة. اشيل كل اكس وحطه مكانها one. يعني عندي هنا one to the power two. لعيت ماينس نكتبها. وبعلكها اكتب two. لعيت اكس. افتح bracket واكتب مكانها one. plus five. by using the calculator then the answer will be four. ناخد بالنا واحنا بنستخدم الكالكوليتر انها لازم اكتب كل number وشيلته مكان ال اكس. احطه في bracket. طيب تعال نجيب اخر واحدة عندي اللي هي f of root five. بنفس الطريقة. اشيل كل اكس واحطه مكان على root five. انا عندي هنا root five. واقفل البركت واكتب على بعض two. minus two. نفتح bracket ونكتب root five. plus five. by using the calculator then the answer will be ten minus two root five. تاني جوز اف السؤال ده بيقولي ن prove that f two root two plus one equals two f of one minus root two. طيب انا عندي هنا the left hand side with the right hand side. عشان نحل السؤال ده هجيب the value of the left hand side. we can give the value of the right hand side. فبقولو عندي هنا في left hand side اللي هي f of two root two plus one. هقولو equals. هنعمل substitution مكان ال اكس. ايبانا عندي هنا two root two plus one all to the power two. minus two times two root two plus one plus five. by using the calculator then the answer will be equals to 12. هنكتب ده ال اكس. على الكالكوليط رأيط على الانصر عندي equals to 12. بعد كده هاوز اجيب ال value of two. f of one minus root two. هاقولو equals two times. ال if of one minus root two. عشيل كل اكس واكتب مكانها. one minus root two to the power two. minus two times one minus root two plus five. يبقى two times. ال value of the expression by using the calculator هتلاقي عندك الانصر equals six. two times six equals to 12. طبما انا كده عندي the left hand side equal to the right hand side equals to 12. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا بي وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.